دخل الأب على أولاده الثلاثة بعد أن صلى العصر بالمسجد فوجدهم يصلون العصر دون تركيز فمنهم من يبتسم وآخر يعبث بشعره فحزن الأب وقال لهم بعد أن انتهوا من صلاتهم إلى متى ستتركون المسجد وتصلون في البيت متى ستخشعون في صلاتكم بقراءتكم للقرآن وتعلمون أنكم تقفون بين يدي الله وعندما قال له أحدهم بأنهم لم يصبحوا رجالا بعد حكى لهم قصة قتيل القرآن حيث قال كان الفضيل بن عياض سارقة وفي يوم كان يتسلق جدارا فسمع شيخا يقرأ القرآن ويتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فتسمر في مكانه يبكي ثم قال قد آن يا الله ثلاث مرات ورجع إلى الله وتاب وأصبح من كبار العلماء حتى أن الخليفة هارون الرشيد كان لا يثق في أحد إلا في الفضيل لكثرة ورعه وزهده وكان لدى الفضيل ولدا تقي يسمى علي وكان الفضيل إماما للمسجد الذي يصلي فيه ابنه كان الفضيل قبل أن يصلي بالناس ينظر هل ابنه علي يصلي خلفه أم لا إذا كان يصلي معه يقرأ الفضيل للمصلين آيات الرحمة وعندما يصل ابنه في مسجد آخر يقرأ الفضيل آيات العذاب لأن علي كان في كل مرة يسمع فيها آيات العذاب يسقط مغشيا عليه من شدة خوفه من الله تعالى وفي يوم نسي الفضيل أن يتأكد من وجود ابنه خلفه وقرأ للمصلين آيات العذاب فسقط علي من بين المصلين ولكن هذه المرة لم يكن سقوطه مغشيا عليه بل سقط ميته مات من خشية الله وسمي بعدها بقتيل القرآن بكى الأبناء الثلاثة وعاهدوا والدهم أن يحسنوا صلاتهم وأنهم لن يتركوا فرضا إلا وصلوه معه بالمسجد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبركاته